أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنال بالر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإلا الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة من فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا من لدى إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهبا للعالمين فيه آيات بينات مقاب إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حزج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم شهداء ومن الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آملوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يذين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيد وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيقدت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آذات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله لا في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون دربت عليهم الظلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله ودربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كان يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتون آيات الله آماء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم ويؤمنون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليهم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغذي عنهم أبوالهم ولا أولادهم من الله سيئة وأولئك أصعب منهم فيها خالد مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلم قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آبدوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتابكم وإذا لقيتم قادوا أمنا وإذا فلوعدوا عليكم الأنامل من الغيظ ويموتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسستم حسنة تسئهم وإن تسئكم سيئة يفرح بها وإن تصبر وتتقل لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غضوك من أهلك تضوء المؤمنين مقاعدا للقتال والله سميع العليم إذ همت طائفة منكم أن تفشل الله وليهما وعلى الله فلت يكر المؤمنون ولقد نصركم الله ببدره وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إن تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يهدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلاء تصبر وتتقل ولأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين وما جعله الله لبشرى والبشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا بالعند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينطلبوا خائب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء بعثا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا من النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجبة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتطين الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الظنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جساؤهم مغفرة من ربهم وجبناكم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجروا العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان آكبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى وما إن كنتم مؤمنين إن يمسستم قرح فقد مس القوم قرح مثله واتريك الأيام نباولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لها يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحط الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصبر ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسوله قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو تتنى انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقابيه فلن يدوى الله شيئا وسنجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تمد إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما رهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكان والله يحب للصابرين وما كان قولهم إلا أن يقالوا ربنا غفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقبابنا ووصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الماصرين سنلقي في قوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا ومأواه من المار وبئسمة والظالمين ولقد صدقت الله عده إذ تحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتناسعتم في الأمر وعاصيتم من بعض ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأكابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير مما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة وعسى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم قد أهمتهم أنفسهم يظلون بالله غير الحق ضم الجاهلية وقولون هل لنا من الأمر من شيء إلا الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لنو كان لنا من الأمر شيء ما قلت الله هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم الخطل إلى مضاجعهم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما تسابوا ولقد عف الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آبوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لما غفرتهم من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبذا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت تفضن غليبا قلب لا يفض من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصر رحمة الله لما لكم وإن يخضر عند الله والله بصير لما يعمل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفيض آهد مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقربوا منهم للإيمان يقولون بأفراههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا وأطاعون ما قتلوا من فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسرون بما آتاهم الله من فضله ويستمشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستمشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يدع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم والتقواجر العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينسسهم سوء واتبعوا ردوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليانا فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحذنك الذين يسالحون في الكفر إنهم لن يدروا الله شيئا تريدوا الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يدروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين تفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمنس الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يغتب من رسله من يشاء فأأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتهم الله من فضله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر له سيطوقون ما بخل به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قابلوا إن الله فقير ونحن أولياء سنستم ما قالوا وقتلهم الأمياء بغير حق ونقول يوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسولهم حتى يأتينا بقربان تأكلهم نار قل قد جاءتم رسلهم من قبله بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين فإن كذبت فقد كذب رسلهم من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس دائقة الموت وإنما توفون وجودكم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنمة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أبوالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بماءة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ورد السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهى إلى آلات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من الأنصار ربنا إن لنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا جنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتغفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد فاستجاب له ربهم أني لا أضيع أمل عمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تطلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها نسلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب ليؤمنون به وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أرزل إليكم وما أرزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اللتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تحسكوا في اللتاما في اللتاما تركحوا ما طاب لكم من النساء إثناء وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما بلكت أيمالكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدفاتهن نحلا فإن طبن لكم عن سيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا الصفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أبوالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فلا استعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أبوالهم فأشهد عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسم تول القرب واللتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وضعا فالخاف عليهم فاللتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إلا الذين يأكلون أموالا لتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوقفت نذين فلكنا ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النسل ولأبويه لكل واحد منهما صدس مما ترك إن كان له ولد فإن لابنكم له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصيتي يوصي بها أولين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم وقربوا لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكن نسل ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيتي يوصي بها أولين ولهما الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثلث مما تركتم من بعد وصية من بعد وصية توصون بها أولين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخ فلأمه لكل واحد منهما صدس فإن كانوا وثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية توصى بها أولين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله إدخله ذنات تجهي من تحتها الأمهار الخالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله يتعد حدوده إدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتي للفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن يشهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتي لها منكم فأذوهما فإن تبعوا أصلح فآبدوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بزهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد أخو الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم غفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا لساء كره ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا جثيرا وإن أردتم استبدال سوجي مكان سوجي وآتيتم وحدهن وطنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه مغتانا وإثلا مبينا وكيف تأخذونه وقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذ منكم مثاق غريضا ولا تنكحوا من تحاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخي وأمهاتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في عجركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكن دخلتم بهم فلا جنح عليكم وألائل أبنائكم الذين من أسوابكم أن تجمعوا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إلا الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم